إذن كان مشهد من دومة مشهد مؤلم لجميع السوريين لجميع السوريين الأحرار اللي براسون عائل لأي سوري ممكن يشوف هذا المشهد ويفهم تماماً شو اللي صار بسوريا مشهد دومة اختصر عشر سنين من اللي صار بدومة نادت المساجد على أهالي دومة بالتوجه لساحة البلدية لأنه في عدد من المعتقلين أفرج عنه النظام أسدبي اللي سماه مكرومة بعد سنوات من الاعتقال لا العدد ولا الأسماء تماماً وقال لنا جميع أنه يروحوا كانت الأعداد بالآلاف عم تستنى أولادها وأزواجها وعائلتها المغيبين من سنوات بمشهد مليء بالقهر مشهد مليء وتسلط وإجرام نظام أسد وإنكار حتى الواقع عيون النساء عيون ووجوه النساء اللي كانوا واقعين عدد منهم على الموبايلات عم يحاول يحكي عم يحاول يسأل تزاحمهم عيونهم متلهفة لأنه تشوف المعتقل الغائب وجوه كلها تعبانة وجوه الله يعينها عاشت حصار وعاشت تضييق وعاشت كل هذا بعشر ستين وهلأ عم تعيش من جديد تحت سلطة النظام وعم تستنى أولادها اللي عم يتابعونا عبر المنصات عم يشوفوا كمية النساء الكبيرة اللي واقفين وعم يستنوا وعم يتدافعوا بركي بيقدروا يشوفوا معتقلهم الغائب بنبارح كنا بأوريانت بودكاست حكينا عن هاي القصة مع الناشط ثائر حجازي اللي رجع أكد مساء أنه أحد المفرج عنهم من الخمسة عشر اسم شبيح بكل ما تعني الكلمة خدوه قبل عشرين يوم هنما اعتقلوا خبوه ورجعوا طلعوا على أساس بصفقة التبادل طلعوا خمسة عشر بعد هاد المشهد بيان ريحان الناشطة النسوية اليوم موضوعنا ما كتير سلس خلينا نقول بياني سيد صباحك بس أنت ابنة دومة تابعتي هاد المشهد تابعتي سابقا مشاهد من دومة الفين وخمسمائة معتقل بدومة لسه ما بنعرف عنه شيء ذوي ينتظرون انطباعك الأول عن اللي صار بدومة صلاح الخير بداية هلا أنا أول شيء أنا واحدة من الأهالي اللي عم ينطر أخي معتقل من تسع سنين أخي معتقل من الفين واثناش اعتقلت أنا ويا يعني أنا طلعت هو ما طلع من الاعتقال بعد ما فات الأسد لدومة وأعلن أنه حيكون في مبادرات تجاه المدينة طبعا هذا الشيء برعاية الشبيح عمر خيتي تعجرا وخديرات فقالوا للأهالي أنه نحن حيكون في وعود لأهل المدينة بتحسين الأوضاع داخل المدينة اللي نحن نمهجريه من هاتلت سنوات فكان بداية أنه هو مع الإفراج عن المعتقلين أنه كان هذا المطلب الوحيد للأهالي يعني بالرغم من الجوع بالرغم من استمرار الحصار نوعا ما على أهل المدينة التضييق الأنمي الملاحقات المطلب الوحيد كان للأهالي نحن بدنا أولادنا المعتقلين اللي أغلبهم المعتقلين من عام 2012 أولاد مدينة دومة الأغلب اللي نحن هنا مستقين أسماؤهم هنا من عام 2011-2012-2013 من بدايات الثورة السورية والأغلب ما بيعرف عن أولاده شيء فبداية كان أنه في إعلان أنه حيكون في إفراج عن المعتقلين قبل بليلة من الخبر كان فيه أنه يا جماعة توجهوا على ساحة البلدية بكرة حيكون في إفراج عن كمية كثيرة من المعتقلين فتاني يوم ساعة عشر الصباح نادت الجامع بالمدينة أنه كل حدا عنده معتقل يعني هاي كانت الضرب الأوجع أنه كل حدا عنده معتقل يروح يستلموا من ساحة البلدية جمعت العالم من ساعة واحدة للتنتين للتلاتة يعني ساعتين بالشمس بالحر ولا أي شيء المفجع أكتر كان أنه حطوا النساء بمكان والرجال بمكان وفي خيمة الخيمة قعدت تحت الشبيحة اللي هنا نجماعة عامر خيتي والقيادة القطرية ولفة لفيفوهم ومعهم شرطة وعساكة بعدين إجا الضابط من الفرع المخابرات وجابوا الباص فدافعت هون النساء على الباص هذا المشهد اللي كان كتير موجع يعني دافعت النساء على الباص فوقفوا الشبيحة لهم النسوان لحظة يفوت لهم النسوان ما بدنا ياهم وهذا الشي بالبس المباشر كان مواضح يعني الإهانة للنساء يعني فوق ما إنه محروق قلبهم قالوا النسوان لحظة يجي لهون وبلشت كلمة سيادة الرئيس وكلمة من بطيخن بسمير وكلمة كذا وكلمة كذا وكلها نعم بتمسجد ببشار الأسد يعني فوق حرقة دم الأهالي فالنسلة هنا هنا تقريبا 22 معتقل واحد منهم شبيح مثل ما زكير إضافة لأنه الثلاثة منهم كانت موقوفين بأحكام قضائية جنائية لسرقة خاصة بأملاك الدولة يعني هذول موقوفين جداد واحد منهم من سبع أشهر تم اعتقاله وأبو دفع له تقريبا أنا أعتقد فقط خمسة عراف دولار ليطلع والبقاية فيه اثنين من خارج مدينة دومة يعني كلهم إحكامهم جنائية حتى موزيع قناة سانا ويتكان واقف عم يحكي مع المعتقلين ما ننزلوا قالوا أنت قديش لك معتقل قالوا أنا قليل معتقل سبع أشهر قالوا قديش قالوا أقول أكثر يعني أتخيري على الفضيحة على التلفزيون سأنا قالوا لا لا ليس انتين معتقل يعني هذا الشيء نحن كلنا سمعنا الحقيقة بالموضوع أنه بعد ما وصل الباص الواحد بلشت العالم تتوزع فصار الشب يقولوا أنه لا تروح لسه في باصات جاي لا تروح لسه الباصات جاي فضلت الأهالي ضلت الأهالي لبعد المغرب وهي ناطرة ما أجوه ولا أي باص فيعني طيب يعني بيان نحن عدد المعتقلين الموثق بمدينة دوما هو 2597 معتقل هذول الموثقين 2600 تقريبا تمام في معتقلين مخفيين ما بيعرفوا أهاليون أو ما فيه أنا موثقين بالأسماء بيان يعني ما نمستغرب أبدا ولا مستبعد على النظام المجرم هيك سلوك وهيك تصرف بس أنتوا كأهالي دوما كنشطاء دوما شو ترجمتوا هاي هذا السلوك شو ترجمتوا هذا المشهد اللي هو موجع إلنا وموجع إلكن وما بارف شو بيعني له أصلا للنظام شو بيعمل له إضافة بق بالزات ديما وأنه هو مبارح كان عم يقول أنه انتصر وأنه ديما عم تدبك عفوا أنه دوما عم تدبك وطرقه أسمعه وأنه الأمور كتير عال العال والحفلات لساتها مستمرة شو هي الرسالة لمين عم يبعثها برأيك وشو بده فيك تتخيل أنك أنت تكون ابنها المدينة اللي كانت هي أول المدن الثائر ضد النظام السوري واللي عاشت أسوأ حصار بسوريا واللي عانت من القصف من الكيماوي من كل أنواع الأسلحة فيك تتخيل بعد سبع سنين أنت عيشتون فقدت فين أغلب أهلك أنه كيف النظام يعني ما برأ من أول ما طلعنا وتهجدنا من المدينة هو كل مرة بيقسمت أنه يعني بيحاول إثبت انتصاروا علينا وانتصاروا على الأرض اللي هو دمرها يعني بخلال شهر واحد أولاً كان استفزاز عن طريق الحملات الحفلات الراقصة اللي عملوها على دماء الشهداء بمساحة البلدية ثالثها ثالث هاي الاحتفالات الراقصة دخوله للمدينة اللي بعده المهزلة هاي يعني يعني صراحة نحنا كان عاشقين من دومة أنه قديش نحنا كنا أهدينه وكأسرينه حتى هو كل مرة برجع بيأكد أنه انتصر علينا طب ونحنا أغلبنا ما نظر بالمدينة يعني هو الموجودين هنا الأهل الشهداء أهل المحتقلين ناس مغلوبة على أمره في شبيحة هنا انتقى قليلة هنا انتقى مستفيدة من النظام وأساساً أغلب دول الشبيحة سابقاً كان له علاقات مع الضباط مع النظام يعني احنا أي شخص موجود كان قاعد نحنا نعرفه من هو أنا بعرف هذا الشيخ أساساً وخلال الثورة وقفوا معه لما طلعنا نحنا دخلوا على المدينة عامر خيتي غسان رحيباني خالد رحيباني هذول أساساً عمهم كان شبيح قبل منهم أبو محمد رحيباني وكان هو يعني تخيلي بالاسم أنه هذول بعامل 2005 بمقال نظر على صحيفة تشرين قال أنه هنا مفسدين من الاقتصاد السوري وسارئين اقتصاد البلد يعني من فهمك أودينوك يهاب النملي اللي هو رئيس بلدية مدينة دومة ما قبل الثورة بأول لقاء مع أول مظاهرة صارت بمدينة دومة وقت شمع بشار الأسد مع وجهاء مدينة دومة بأول لقاء بأول لقاء قالوا أنه شو مطالبكم قالوا له إقاذ الحرامي إيهاب النملي اللي هو سرقنا اللي هو يعني كان متنفع جداً بالمدينة واللي هو فأول شغلة يعني تخيلوا هذا الشي بأول الثورة السورية في 2013 تم إيقال إيهاب النملي لأشوف مبارح إيهاب النملي عم أقول أنه نحن نحن انتصرنا نحن انتصرنا مع قائد الوطن ضد اللي كانوا عم يجوعونا ضد اللي شبّحوا علينا ضد اللي أتلونا ضد ما أنت أول شي يعني أنت النظام يعني أنت الفاسد أقالك لأنك أفسد من النظام لأنك كنت أفسد من النظام فيعني ما فيه وغير أن هو يعني استمرار للاستفزاز لأننا استفزاز الأهالي يعني الأهالي الخسروا ولاده خسروا حياة يعني على ذكر الأهالي ما بعرف إذا وصلك ردات فعل أو أي شيء يسجل مبارح عن طريق أهالي دوما أنا بعرف أنه أكيد يعني أكيد مؤلم كل شيء صار مبارح بس ما بعرف إذا فيك تنقليننا شيء مميز تفضلي هقل لك شيديما عسبين المثال لما صارت الساعة خمسة والنساء ظلت أنه واقفة عم تستنى أنه الباصات الثانية اللي تجي مو الباصة الأول يعني ما فقدت الأمل بالباصة الأول عم تستنى الباصات الثانية ومفضة الساحة وكذا وعرفوا أنه ما حدا حيجي ما حدا حيطلع فهي حالات إغماء في ساحة البلدية للنساء يعني في إحدى النساء كان صادت تقول أنه حدا عم يكذب قاله علينا عشر سنين نحن شطلون صدقنا ورجعنا وطلعنا مرة تانية شطلون صدقنا نحن الحق علينا اللي رحنا وشاركنا دو تضطر تصدق يا بايان واحدة من السيدات بعرفها كان زوجها معتقل له تساس سنين وهي معنا متزوجة كانت أربع أشهر أربع أشهر وضلت نطرته كل هالمدة فلما رحتها ساحة البلدية فأنا طلبوا منها تحمل أعطوهن صور بشار الأسد والإعلام فأنا حاولت تتملص فترية أنه ما تحمل الصورة فطلعت هيك أنه ما شافت الباص شافت مين نازل هي بتعرف أحد الأشخاص أنه هو حرامي وكام ونازل بالباص فطلعت هيك وقفت تبكي تبكي وتضرب بوشها يعني قدام العالم وحملت حالة وراحت لما تدفشها واحد من العناصر قال له نسوان ما في جولة هون يعني أنا هي عم بحكي بس عن نساء ما حكيت لساء كسران خاطر الآباء يلي يجوا وليستقبلوا بلادهم والرجال يعني اللي نحنا دائما نقول لا أنه المرة بتكون هي عواطفة أكتر لا صراحة كان يعني هذا الموضوع فيك تشوفي حرقة قلوب الآباء يلي هنا أحد الأشخاص اللي كانواق فيهم كان مع فكرة ما بتذكر كم ولد بس عنده اثنين استشهدين واثنين معتقلين فكان هو أنه خلص اللي استشهدوا راحوا فهو نوثر المعتقلين فلما ما وصلوا يعني يعني كثير يعني على أمل أنه نتطمن على جميع أخبار المعتقلين وعمل أنه إن شاء الله يطلعوا بخير وسلامة وأنه تنتهي ينتهي هذا الفصل أساسا من المأساة السورية يمكن هو البوجع أكتر شي بكل القصص بدون التهجير وبدون أي تفاصيل تانية نحن كثير بنتشكر وجودك الناشطة بيان ريحان وأنت كنت أصلا من سكان دومة وعشتي الحصار شكرا كثير وإن شاء الله بتطمني على أخوك قريبا يا بيان وعلى كل أهلنا المعتقلين والله يصبر كل أمهاتنا كل أخواتنا بدومة وكل مناطق سوريا لبينما تكتب الحرية لجميع المعتقلين يا رب يعني مشهد نساءنا وهنا عم يستنوا وهنا بيعرفوا أنه كذب بس ما عندهم أمل تاني إلا أنهم يجوا بركي بيشوفوا هذا المشهد للتاريخ ترجمة نانسي قنقر